بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة برايمري 5 بعد ما عرفنا يعني ايه فود ويب ويعني ايه فود شين تعالوا نكمل كلامنا عنهم ونعرف كمان الديكمبوزيشن بروسس بتحصل ازاي للليفنج ارجنازم افتر داي ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفوا القناة يريد تعملوا سبسكرايب للقناة واتبعونا على التليجرام وعلى الفيسبوك الجروب والبيج حسب لكم لينكات في الديسكريبشن بوكس سندوق الوصف تحت الفيديو ما تنسوش كمان لو استفدتم من القناة وساعدتكم القناة دي تعرفوا كل اصحابكم بالقناة وتعملوا نشر للقناة علشان كلنا نتعلم ساينس سوا ونحبه سوا وياريت بقى لو فرحتوني بلايك على الفيديو يلا نكمل كلامنا في لسون 5 طيب احنا عرفنا ان الحدوتة كلها بدأت معينا بفود شين Living Organism فيد على Living Organism تاني وجي Living Organism تالت فيدي على التاني ده والحدوتة مشيت معانا كالعادة زي كل مرة نقولها بريديوسر بعده Consumer اسمه Primary Consumer بعده Secondary Consumer وكمان Consumer لغاية ما نوصل للديكمبوزر الفودويب دي وضحت لنا حدوتة Living Organism دي وانه هم مختلفين عن بعض وConnected ببعض علشان الانرجي يحصل لها Pass او يحصل لها Flow او Move او Transfer هي هي نفس المعنى كل مرة كل الحدوتة دي حصلت ليه علشان Living Organism Survive تاني بدايتنا كانت عند البروديوسر اللي ايتيم باي كونسيومر والكونسيومر كمان يعيني او ايتيم باي اناثر كونسيومر وجيه سام كونسيومر عندنا تبقى ايت البروديوسر او البري زي مثلا الهيومن ممكن يفيد على البروديوسر على طول احنا بناكل فعلا وفروت ودي بريديوسر او فيد على الشيكن او الكاو او اي ميت ما دي برضو جاية من البري اللي هو كان كونسيومر يبقى فيه بريديوسر بعده كونسيومر والكونسيومر ده ممكن يبقى ايت البروديوسر وممكن ايت البري اللي هو اناثر كونسيومر بب العقل كده لو فكرنا مين احسن ان هي تشرح لنا الحدوتة الفود ويب ولا الفود تشين يعني لو جي سألني give reason ليه better to use الفود ويب to show الانتر اكشن امانج او بتوين الليفنج اورجانيزم than الفود تشين ليه نحب الفود ويب اكتر من الفود تشين بالعقل كده الفود ويب دي حكتلي الحدوتة كاملة بجميع تفاصيلها حكتلي كل الليفنج اورجانيزم ممكن يأكل ايه او ايه او ايه او ايه ممكن يبقى مرة secondary consumer مرة تانية يبقى tertiary consumer مثلا الفود ويب شو الانتر اكشن اللي بتوين الفود تشين ذو كلها الفود ويب دي فيها living organism اكتر اما الفود تشين فيها few member of living organism الفود تشين فيها واحد producer فيها واحد primary consumer فيها واحد secondary consumer لكن الفود ويب زي ما شفناها فيها ممكن يبقى كذا producer كذا primary consumer كذا secondary consumer بيحكي لك كل التفاصيل بكل بكده كملنا كلامنا خلاص عن الفود ويب والفود تشين تعالوا نعرف شلة ما تكلمناش عنهم كتير وهم شلة الدي كومبوزر احنا في كل مرة بنتكلم عن الفود ويب والفود تشين نجيب سرطة البرديوسر والكونسيومر سواء primary او secondary او tertiary ما جبناش سرطة الدي كومبوزر غير بنقول في اخر الحدودة ييجي الدي كومبوزر قدنا جينا بقى الاخر الحدودة مين دي كومبوزرز دول دي كومبوزرز دول living organism ربنا خلقهم بيعملوا حاجة عظيمة جدا اسمها من اسمهم بيعملوا دي كومبوزشن بروسس يعني البلانت كان عنده فوتو سينسز بروسس والدي كومبوزر عندهم دي كومبوزشن بروسس في دي كومبوزر حوالينا نعرفهم يا ميس او اول حاجة لما تسيب كده لانش بوكس بتاعك تنسي يوم الخميس في الباج ما تطلعوش ويبقى فيه ساندويتش تيجي تطلعوا بقى كده يوم السبت بالليل لما موما تحط الساندويتشات تلاقي فيه واحد من العيش اللي موجود سواء بقى فيه او توست او عيش بلدي عليه نقطة اخضر كده ده البرد مولد فانجس هو اسمه كده ده فانجس معين يعني دي كومبوزر معين بيطلع على البرد هو بيطلع على العيش ايا كان نوع العيش بقى ابيض اسمر فينه وبلدي ايا كده اسمه بريد مولد فانجس كلمة فانجس دي هتكرر معنا في شلة دي كومبوزر فانجس ده اللي هو بيسموه بالعربي فطر زي الماشروم كده الماشروم برضو فانجس الماشروم اللي بنحطه على البيتزا وبنحطه على الماكرونة والحاجات دي الماشروم ده فانجس برضو البريد مولد فانجس والماشروم فانجس دي اجزامبلز على دي كومبوزرز احنا عارفينها وبنشوفها في حياتنا احنا حنشوف حاجات تانية مش بنشوفها حاجات تانية سوغنانة اجزامبلز ليها بس يهمني ان انتو تعرفوا اللي اتنين دول لان دول بتشوفوهم في حياتكم تعالوا نفتكرهم كده ايدي الجرين اللي طالع على البريد ده هو ده البريد مولد فانجس ده الفانجس اللي بنتكلم عليه وايدي الماشروم فانجس قبل ما ناخده ونحطه ونقطعه زي ما بنقطعه اللي اتنين دول على دي كومبوزرز هم اللي اتنين فانجس واحد اسمه بريد مولد فانجس والتاني مشروم فانجس تعالوا بقى نفهم ايه علاقتهم دول واللي ازايهم في دي كومبوزيشن بروسس ازاي بيحصل له دي كومبوزيشن بعد الده في الحقيقة حدوطة دي كومبوزيشن للليفينج ارجنازم افتر ده اللي هم الده ارجنازمز يعني بتحصل على خطوطين فارستستب وسكندستب الفارستستب دي لما الانيمال او البلانت ايا كان الليفينج ارجنازم ده بيحصل له نضاي بيجي نوع من الليفينج ارجنازم اسمهم سكافينجر كا فين جر سكافينجر دول نوع من انواع الليفينج ارجنازم بقى اشكال كتيرة واحجم كتيرة بيكلوا الديد ارجنازم وإكسروهم ذاي زي مين ارجنزم دول تعالوا نشوف اشكالهم ازاي ونعرفهم بطريقة سهلة وبسيطة دول اللي عندنا ده اسمه وده اكيد كلكم عارفينه اللي هو النصر زي اللي مرسوم عندنا في علم بتاع مصر ودي ده صاحبنا اللي عارفينه من الكارتون ايه ده اسمه هاينس هاينس طيب ودي الكراب اللي هو زي مستر سلطع كده بتاع سبونج بوب ودي صاحبنا حبيت اجيب صورة مش واضحة قوي ليه علشان ما حدش يتدي الكوكرش ودي الهاوس فلايز دول الاكزامبلز بتاعنا بتوع اللي هما الارجنزم اللي فيد على الريمينز بتاعة الديد انيمالز يعني لما يلاقوا انيمال ميت كده يعودوا يعملوا فيد عليه يعودوا يكلوه كده ويحولوه لحتة اصغر خالص تاني نقول والاسميهم تاني اسميهم أنا اسمل اي حد اسمه انس كريبس والكوكرش والهاوس فلاي طيب دلوقتي فيه رابط اهومات وجم الاسكافنجر دول وقعدوا يعملوا ايت للديد ارجنزم دول وبعدين سبوا الموضوع ومشوا كمل بعدهم الحدوتة الديكمبوزر الديكمبوزر دول كومبليت ذا كومبوزيشن بيعملوا بريكنج داون للسمولر بورت دي ويرجعوها لاصلها يخلوها نيوترنت ترجع تاني للإيكو سيستم ويجي البلانت ياخدها من الإيكو سيستم او من السويل ويكبر ويعمل الفود بتاعه ويجي برايماري كونسيومر وفيد على البلانت وهوبا السكندري كونسيومر يجي ويضاي ونرجع نعيد نفس الحدوت زي ما عرفنا الإجزامبل بتوع السكافنجر تعالوا نشوف الإجزامبل بتوع الديكمبوزر في إجزامبل زي عرفناهم المرة اللي قبل كده اللي هما الإيرثورب والفانجاي والبكتيريا نزود عليهم كمان حاكتين السنيلز والسلوكس تعالوا نشوفهم برضو علشان نعرفهم كويس دول الديكمبوزر اللي عندنا دي السنيلز اللي هي زي سريعة في سبونج بوب وادي شكل من أشكال الفانجاي وادي البكتيريا وادي السلوكس اللي هي بتبقى زي دودس وغنن كده يعني شبه الإيرثورم شوية كده بس بيبقى طري أكتر وموجود مش في الأرض موجود بقى على ورق الشجر وعلى الحاجات دي يبقى سنيل وسلج ومشورم بكتيريا والإيرثور زي ما شفنا السكافنجر كده وعرفنا أساميهم قلينا كمان نتفرجنا على وعرفنا أساميهم تعالوا نكمل الحدوتة دي بعد ما ضاي وحصل له نكمل بعد كده بإيه إحنا الحدد دلوقتي وصلنا living organism حصل له داي دخلوا في الأول السكافنجر وبعدهم دخلوا الدي كومبوزر ورجعوا لل living organism اللي كان ضده رجعوا لل النيوترونت اللي فيه للسويل تاني يعني إيه سكافنجر دي الأرجانزم اللي فيد على الريمينز أوف ديد آنيملز لما النيوترونت دي البلانت خدها السايكل كده بقت مقفولة يعني إيه يعني مفيش حاجة بتهرب كله بيرجع تاني النيوترونت اللي كانت موجودة في البلانت رجعت له تاني ممكن تبقى رجعت لبلانت تاني بس ستل رجعت لبلانت وهكذا السايكل بتاعتنا continue producer consumer decomposer ترجع تاني producer consumer decomposer وهكذا تعالوا نشوف بقى حاجتين مهمين قوي الويست والديد الريحوالينا دي نقدر نخلص منها إزاي انت دلوقتي طلبت أكل من برا وتبقالك بقى في ورق بلاستيك وفي الورق اللي ملفوف فيه وفيه فتفيت الحاجات الأكل بتاعتك اللي انت أكلتها الحاجات دي كلها هنوضيها فين بالزبط كده هنرميها في الباسكت أهو بيقولك اللي اتبقى منك ده اسمه ويست الويست دي اللي هي ايه بعد ما خلصت something like food مثلا يتبقالك بقى piece of paper والرابر اللي كان ملفوف بيه الفود ده وحيترميه في التراش كان التراش دي هنلم التراش بتاعتي على التراش اللي عندك وتراش جارتنا وتراش الجارة اللي جنبيها وتترمي في كبيرة كده في اكبر وبعدين وبعدين ده الموضوع كده كبير قوي احنا كتير قوي وبنطلع كتير قوي واللاندفيل دي مش حكاف عمالة كل شوية المكان الفاضي اللي بنجمع فيه التراش بتاعتنا دي كلها بتاعتي وبتاعتك وبتاعت جارتنا والمدينة اللي جنبنا والارض اللي جنبنا والحدوتة دي طيب ما الموضوع كده دي حاجة مش كويسة اللاندفيل دي اللي هي مكب النفايات او المكان اللي بنجمع فيه طول ما هي موجودة هي بتأزيني هي فيها حاجات مش كويسة ازاي اقدر اعمل reduce للويست دي اسهل طريقة عارفنها واكيد سمعتوا عنها ان احنا نعمل حاجة اسمها recycling يعني مثلا لو التراش دي او لو الويست بتاعتي دي فيها بلاستيك فانا حجمعه ودخله يعمل نوع تاني من البلاستيك لو الحاجات دي فيها ورق مثلا نجمع البيبر دي ونصنع منها حاجات تانية داخل في تركيبها ورق هي دي عملية recycling يعني ان انا ايوز الويست دي وعمل منها product تاني مش حيترمي في اللاندفل انا عايز اقلل شوية في اللي حيترمي هناك ده اللي حيترمي في التراش الكبير انا عايز اقلله نعمل حدودة الريس طب ده بالنسبة للويست طب ودد ارجانيزم احنا اتفقنا اول ما الارجانيزم دي داي يدخلوا عليه الاثنين واربعات الاولانيين السكافنجر وبعد كده يدخل الديكمبوزر ويعملوا الديكمبوزشن بروسس ويطلعو للنيوترنت يرجعوها للانفيرومنت تاني ونرجع نستعملها تاني يعني ديكمبوزشن بروسس للليفنج ارجانيزم اللي داي شبه الريس اللي احنا بنعملها للويست بس دي بقى ريسايكل رباني دي ناترال ريسايكل مش انا اللي عاملاها ده ربنا اللي خلقها لوحدها تحصل لوحدها الريمين أو بلانت يحصل لهم ديكمبوز وبارت من انهم يرجع للسويل علشان البلانت ياخدو تاني ويكمل الحدود دي ناترال ريسايكل فاكتور حاجة كده بتعمل ريسايكل لوحدها ربنا اللي خلقها فكرة بتحصل في اللاند وتحصل تحت الووتر برضو يعني برضو الفش اللي بتضاي في الووتر تحت بيعندوهم برضو وعندوهم برضو وعندوهم برضو اللي عايش عندهم تحت ما اسموش بلانت على فكرة اسمه هتاخدها بعد كده بس برضو موجود عندهم نفس الريسايكل بس غيرنا هما ما عندهم شرات هما عندهم فش وهكذا حتى شفنا في الاكزامبل الكرابس ده اصلا بيعيش في الووتر اللي هو السكافنجر اللي شفناه بكده حبيبي نكون خلصنا لسون فايف وخلصنا كل الحدوتة بتاعة الفود تشين والفود ويب والليفنج ارجنازم والطايبس بتاعتهم ووصلناه من اول ما البلانت عمل لغاية ما حصل لو داي ورجع لي اشتغل عليه ورجعه نيوترنت تاني ورجعنا حكينا نفس الحدوتة ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق موسيقى